عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً لمتابعة الموقف الحالي لشركات النقل التشاركي العاملة بنظام تكنولوجيا المعلومات في مصر وتقنيني وضعها وأشار مدبولي إلى نعقاد اجتماعاً يأتي بهدف السعي لحل أي مشكلات تواجه شركات النقل التشاركي وضرورة تقنين عمل تلك الشركات من خلال سرعة تفعيل قانون لتنظيم النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات والذي ينظم عمل تلك الشركات وفقاً للضوابط المحددة لذلك